بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا في مستهل اللقاء العلمي الشهري الرابع بكلية الاقتصاد والإدارة للعام الجامعي 1428-1429 يطيب لي أن أرحب بضيفة كلية الاقتصاد والإدارة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسيني القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وسعادة الدكتور إبراهيم بن محمد العيسى عضو هيئة تدريس الأسبق بقسم العلوم السياسية والممارس في مجال الاستشارات القانونية والمحامة وأشكر لهما تكرمهما بقبول دعوتنا للاشتراك في تقديم هذا اللقاء العلمي الذي يحمل عنوانا هاما وهو الأنظمة العدلية الحديثة في المملكة العربية السعودية بين النظرية والتطبيق طبعا فضيلة الشيخ عبد الرحمن من مواليد مدينة الرياض حيث تلقى تعليمه بها حصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود وحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في عام 1418 هجرية عمل في القضاء 15 عاما وأكثرها قاضيا في المحكمة العامة بمحافظة جدة وهو رئيس الهيئة الشرعية الصحية بجدة والمختصة بنظر الدعاوة المتعلقة بالأخطاء الطبية فضيلة الشيخ شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات ذات العلاقة بالقضاء والتحكيم داخل وخارج المملكة وشارك في تدريب منسوبي وزارة العدل على معرفة وتطبيق الأنظمة العدلية الحديثة أيضا شارك في عدد من اللجان وألقى محاضرات ولعل آخرها المحاضرة التي ألقاها بحضور أعضاهي التدريس بكلية الطب في جامعتنا جامعة الملك عبد العزيز العام الماضي وكانت متعلقة بالأخطاء الطبية والأحكام الشرعية سعاد الدكتور إبراهيم بن محمد العيسى حصل على درجة دكتوراه في الدراسات الدولية من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية عمل في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز كعضو هيئة التدريس قبل استقالته عام 1424 هجرية يعمل الآن رئيسا لمكتب الدكتور إبراهيم العيسى للاستشارات عمل مستشارا في مكتب الدكتور خالد المسعود للاستشارات القانونية والمحامة ومستشارا ووكيلا لشركة الأسواق العقارية التجارية لسبع سنوات مثل العديد من الشركات لدى الجهات القضائية في المملكة لديه خبرة طويلة وغزيرة في المرافعة والمدافعة أمام الجهات القضائية المختلفة بما فيها المحاكمة العامة والجزئية وديوان المظالم واللجان في وزارة التجارة وغيرها يعمل مستشار إداري مرخص هو إدار مستشار إداري مرخص من قبل وزارة التجارة منذ عام 1424 يعمل الآن نائبا لرئيس لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية بجدة في مصلحة الزكاة والدخل في وزارة المالية والتي سبق أن كان عضو بها منذ 1423 هو مستشار ووكيل لشركة الأسواق العقارية التجارية في فترة سابقة وأيضا كان مستشارا لمكتب دكتور خالد المسعود للاستشارات القانونية والمحامة وعمل في السابق في الخطوط الجوية العربية السعودية وهو عضو في جمعية سيجما لوتا إبسيلون العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما استطعت جمعه ولكن ما في شك أنه فضيلة الشيخ وسعاد الدكتور سجلهم حافل بالأعمال والأنشطة والمسؤوليات أنا أصال عن نفسي ونيابة عن الكلية أشكر تفضلهما بقبول الدعوة على الرغم من كبر حجم المسؤوليات وتعقد وكبر حجم الأعمال ونحن نعلم يعني أنا شخصيا أعلم أنه فضيلة الشيخ وكلنا ندرك أهمية وقته في يعني ممارسة العمل الهام الذي يعني يؤديه وما في شك أيضا سعادة الدكتور إبراهيم فيعني جزاهم الله خير على دورهم في خدمة المجتمع ربما دورهم اليوم معانا في دفع حركة البحث العلمي سيما وأنه هذا اللقاء يأتي تحت نطاق استراتيجيات الكلية نحو دعم البحث العلمي أهمية الموضوع اللي يطرح اليوم أنا ما ودي أتكلم الحقيقة كثير لكن باقي جزئية صغيرة تكمن في عنوانه الأنظمة العدلية الحديثة بين النظرية والتطبيق بالنسبة لنا كأكاديميين ما في شك أنه مواضيع كثيرة قد يعني تثار بأبعاد متعددة تتعلق بمثل هذا الموضوع فلو مثلا تطرقنا له من زاوية النشأة نشأت تلك الأنظمة العدلية الحديثة والعوامل التي ساهمت في ظهورها أو ربما لو أخذ من جانب تفسيري تأثير تلك الأنظمة على المتأثرين بها من ممارسين ومجتمع بفئاته المختلفة وربما من جانب نقدي أيضا تقييم مدى شرعيتها أو مناسبتها للمجتمع السعودي وللبيئة السعودية أنا أترك المجال لفضيلة الشيخ سوف يتحدث فضيلته عن الأنظمة العدلية الحديثة مبينا خصائص تلك الأنظمة ومميزاتها كما سيتطرق للأنظمة المصاحبة لها والممثلة في نظام المحامة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التسجيل العيني ويستعرض فضيلته الأنظمة قيد الدراسة والمتعلقة بالتنفيذ والتوثيق وإظهار مدى الحاجة إليها وأهميتها أما سعادة الدكتور إبراهيم فسيتناول جانب التطبيقي والعملي للنظام القضائي والواقع والمأمول منه في ظل صدور هذه الأنظمة العدلية الحديثة والنظام القضائي الجديد الصادر في العام الماضي أترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أشكر الأخوة الأفاضل أميد ووكيل الكلية ووكيل الكلية للدراسات العلمية ومن ساهم ونظم هذا اللقاء الذي لا شك نحن أول المستفيدين منه ولا شك أن هذا له دوره في خدمة المجتمع وتوعيته وتثقيفه ونفعه ما يتعلق بالأنظمة العدلية الحديثة؟ الحقيقة نحن الآن في مرحلة ازدهار لصدور أنظمة عديدة متعلقة في جوانب حياتنا ومجالات متعددة في دولتنا المباركة بفضل الله عز وجل مجلس الشورى كلما أنهى دوره أصدر تقريرا وذكر فيه الأنظمة التي قام بمناقشتها ودراستها ورفعها أيضا مجلس أو هيئة الخبراء بمجلس الوزراء